نحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء وكان المقرر في هذا المسلم سبيل الله تعالى هو مضارسة النحو إنتاج المسلم الأمازيغي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى نواسخ المبتدأ والخبر بعدما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المبتدأ والخبر وذكر حكمهما وأنهما مرفوعان استطرد هنا وذكر نواسخ المبتدأ والخبر فقال نواسخ المبتدأ والخبر وهي ثلاثة كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها فذكر القسم الأول من هذه النواسخ وهي كان وأخواتها فقال رحمه الله تعالى فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر فهنا ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى كان وأخواتها وذكر حكمها وهو رفع المبتدأ ويسمى اصطلحا اسما لها يعني اسما لكان وأخواتها وينصب الخبر ويسمى أيضا اصطلحا خبرا لها أي لكان أيضا وأخواتها نحو متنقل قوله سبحانه وتعالى وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما أصل الكلامي الله غفور رحيم مبتدأ وخبر فدخلت عليه كان فنسخت حكم المبتدأ والخبر المتقدم وهو الرفع في كليهما وجددت لهما حكما آخر وإذلك تسمى بالنواسخ أي أزاحت الحكم الأول ودولنا أن تسمى النسخ الإزالة أزلت ذلك الحكم الأول وادت بحكم آخر وهو رفع الاسم ونصب الخبر وإذلك يقولون بأن رفع الاسم هنا هذا الرفع الموجود في اسمها هو رفع جديد رفع اللي كان والنصب الذي كان في خبرها هذا واضح لأن خبر يكون مرفوعا ثم تأتي كان هذا الفعل فيزيل الرفع المتقدم ويتبت محله يعرابا آخر وهو النصب إذن وكان الله غفورا رحيم يقال في عراب هذا المثال كان فعل ماضي ناقص الأفعال يسمى بالأفعال ناقصة فعل ماضي ناقص ترفع الاسم وتنصب الخبر أي ترفع المبتدى ويسمى اسما لها وتنصب خبر المبتدى ويسمى خبرا لها الله لفظ الجلالة هنا مرفوع اسمه كان مرفوع بها وعلم ترفع فيه الضمة الضاهرة على آخره لأنه اسم المفرد وكان الله غفورا هذا خبرها منصوب بها وعلم تنصب فيه الضمة الضاهرة على آخره والمراد بقول المؤلف رحمه الله تعالى وأخواتها يعني أخوات كان في العمل أي هذه الأفعال التي تأتي بعد كان هي أخوات اللي كان كان وأمس واضح وظل وبات وصار كما سأتي كل هذه تسمى أخواته كان فكان هي أم الباب والباقي يسمى أخواتها ولكن أخواته في ماذا في العمل وإلا فكان مادتها تدل على شيء ظل مادتها تدل على شيء ولكنها اتفقت كلها على شيء واحد وهي وهو أنها إذا دخلت على المبتدى فإنها تغيره وإذا دخلت خبرها إذن هذا هو المقصود بقوله أخواتها يعني في العمل الذي تعمله كان فترفع الإسماء وتنصب الخبراء مثل كان لكن يشترط في بعض هذه الأفعال أو هذه النواسخ شروط لكي تعمل هذا العمل لكي ترفع المبتدى وتنصب الخبر بعض هذه الأفعال يشترط فيها شروط فمن هذه الأفعال قسم لا يعمل هذا العمل إلا بشرط واحد وهو أن تتقدم عليه ما المصدرية الضرفية لا مد أن تقدم عليه حرف ما التي هي مصدرية ضرفية وهذا هو فعل واحد وهو دام فدام يعمل عمل كان بهذا الشرط أن تتقدم عليه ما المصدرية الضرفية إذن هذا الفعل هو دام وهذا الفعل غير متصرف عند الجمهور أي بمعنى أنه له فعل ماضي فقط دام وليس له مضارع ولا أمر ولا مصدر ولا اسم فاعل ولا اسم فاعل ونحو بذلك نحو قوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا فقول سبحانه وتعالى هنا ما دمت حيا ما يقال فيه حرف مصدر حرف مصدر ضرفية مصدرية ضرفية دمت فعل ماضي ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر والتا في قوله تعالى دمت ضمير متصر مبني على الضم في محل رفع اسم دام حيا خبرها منصوب بها وعند نصب فيه الفتحة الضيرة على آخره إذن هذا الفعل يعمل هذا العمل بشرط واحد وهما تقدم ما كما تقدم كما رأيتم في هذا المثال ومنها قسم لا يعمل هذا العمل إلا بشرط أن يتقدم عليه النفي أو نهي أو استفهام عند نواحة القسم يوجد عندنا أنه قسم لا يعمل هذا العمل وهو رفع المبتدى ونصب الخبر إلا إذا تقدم عليه واحد من ثلاثة أشياء أن يتقدم عليه نفي أو نهي أو استفهام وهو أربعة أفعال وهو أربعة أفعال الأول زال فعل زال وما تصرف منه أيضا زال وما تصرف منه بمعنى مضارعه وأمره ونحو ذلك مما يتصرف منه تصرف يكون تصرفا ناقصا نحو ولا يزالون مختلفين نحو قوله سبحانه وتعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولا يزالون إذن هنا يزالون فعل مضارع تقدم عليه لا نفية لا نافية يزالون فعل مضارع مرفوع لتجرد من الناصب والجازي وعلامة رفعه تبوت النون تبوت النون والواو هذا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم زال إذن هذا هو المبتدأ مختلفين هذا خبرها منصوب وعلامة النصب فيه ألياء النائمة على الفتحة لأنه جمع مذكر سهل جمع مذكر سهل إذن هذا الفعل لا بد أن يتقدم عليه نفي أو نهي أو استفاون هذا مثال للنفي ومنهذا أيضا قول الشاعر صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين صاح شمر ولا تزل هذا وجه الشهيد لا تزل لا هديش ناهية تزل فعل مضارع مززوم بالله النهية ولم جزم فيه السكون الضالة الأخيرة وتزل هذه فعل ناقص يرفع المبتدأ وينصب الخبر واسمها لهو المبتدأ ضمير مستتر وجوب تقدره أنت أنت ذاكر بالنصب خبرها مرفوع منصوب بها وعنت النصب فيه الفتحة الظاهرة على آخره كما تقد كما رأيس ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين هذا الفعل الأول الفعل الثاني انفك انفك فهذا الفعل أيضا لا بد أن يتقدم عليه نفي أو نهي أو سفام ناحية مثلا قولك ما انفك زيد مجتهدا منفك زيد مجتهدا فما نافية انفك فعل ماضي ناقص نرفع الاسم ونصب الخبر زيد هذا اسمه مرفوع بها مجتهدا خبره وواضح أنه كما تقد الفعل الثالث فاتئ 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 نحو قوله تعالى طالله تفتأ تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهاركين فقوله سبحانه وتعالى هنا طالله تفتأ طالله قسم ومقسم به تفتأ هنا تقد قال يقوله أهل العمي تقدم عليه يعني نفي مقدر طالله كان الكلام طالله لا تفتأ تذكر إذن فتفتأ فعل مضارع ناقص يرفع الاسم ويرصب الخبر واسمها ضمير مستتر وجو ما تقدره أنت تذكر يوسف هذه الجملة جملة خبرية في محل نصب جملة فعلية في محل نصب خبره تفتأ إذن لا بد أن تقدم على هذه الأفعال نفي أو يسفام أو نهي الرابع من هذه الأفعال بارحة وما تصرف منها أيضا بارحة وما تصرف منها نحو قوله تعالى قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى فنبرح فعل مضارع ناقص يرفع الإسم وينصب الخبر واسمها ضمير مستتر وجو ما تقدره نحن عاكفين عليه جرمجر متعلق بالخبر عاكفين هذا خبرها منصوب بها وعلى مدر نصب فيه ألياء النائبة عن الفتحة لأنه جم مذكر سالم إذن هذه أربعة أفعال ترفع المبتدى وتنصب الخبر لكن بشرط أن يتقدم عليه نفي أو نهي أو سفام وهي بارحة وفاتئة وزالة وانفكة فهذه النواسيخ لا بد لها من هذا الشرط أن يتقدم عليها واحد من هذه الأشياء الثلاثة المتقدمة سبحانك اللهم وبحمدك شلوان لا إله إلا أنت استغفروا واتوب إليك المسلم الأمازيغي